الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها والهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهدت تاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتدى ليؤسس المكان الرفيعة لمصر المستقلة وهذا اسمها في ذرة عالية عربيا وافريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها لعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لتمانستمر مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر